وأعتقد خبر يبسط كثير من المشتكين من فطورة الكهرباء ويقول لأن الزيادة غير قانونية شركة كهرباء عريقة في النمسا تعيد لعملائها مبالغ كبيرة طبعاً الشركة دي هي شركة فربونت ويعني هنا أعلنت جمعية حماية المستهلك اللي قامت بمقادات شركة فربونت أن العملاء المتضررين هيتم إبلحهم كتبياً بالمبالغ المستردة خلال الأسبوع الأسبوع المقبلة لكن هنا بنشوف أن أصل المشكلة أن شركة فربونت اعتمدت حتى نهاية عام 2022 على بند في شروطها العامة بيسمح لها بتعديل الأسعار استناداً إلى مؤشر أسعار الكهرباء النمساوي واستناداً على هذا البند رفعت الشركة أسعار العديد من عقود توريد الكهرباء في مايو 2022 وهنا جمعية حماية المستهلك اعتبرت أن هذا البند غير قانوني ورفعت القضية للمحكمة زي ما قلت خلال الأسبوع المقبلة هيتم إرجاع مبلغ لعملاء شركة فربونت يعني وهنا كمان بنقول لمشاهدينا يعني ممكن يخشوا على الموقع الإلكتروني لجمعية حماية المستهلك ويقدم طلب استرجاع المبلغ قبل 11 نوفمبر 2024 أو كمان الشركة هتبعط لهم إمتى هيتم استرجاع المبلغ نعم نعم يعني أستاذ أحمد إزاي الشركة عريكة زي شركة فربونت وطبعاً قبل ما بتاخد أي خطوة نعم قانونية بيبع عندها محامي على الأقل أو عدة محامين بترجع لهم قبل اتخاذ أي خطوة يعني إزاي فيه غلطة زي دي وإيه هي التبعات اللي هتحصل على سمعة فربونت يعني كمان عملاء شركة فربونت صراحة صراحة هذا خبر يعني بالغ الأهمية طبعاً شوفي بالنسبة لشركة فربونت ليست هي الشركة الأولى اللي هي فعلياً قامت بهذا الخطأ فعلياً شركة فينر انيرجي كثير من الشركات الأخرى شركة ايفن بناء النمسا السفلة أيضاً قامت بهذا الخطأ بشكل وباخر وليس الخطأ منها هي طريقة حساب التضخم نذكر بـ 22 بـ 22 مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية بالضبط أزمة الغاز والكهرباء ارتفعت الأسعار وارتفعت التضخم بطريقة جنونية بطريقة غير مدروسة فهي الشركات عادة تستند إلى رقم التضخم بناء على ذلك تقوم برفع شو؟ برفع برفع الأسعار إضافة لسعر الغاز الدولي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي وسعر الكهرباء فهذا الشيء تقوم برفع برفع الأسعار بناء على ذلك ولكن بعد حساباته بعد تدقيقات والجمعيات التي قامت بتدقيق هذا الموضوع قالت أن فعليا قالت أن فعليا الزيادات لم تكن قانونية وكانت أيضا مخالفة وبعيدة وبعيدة عن المنطق بطريقة الحساب فبالتالي لما كل شخص عنده استهلاك يفوق 3315 كيلو واط بالساعة أعتقد هذا سيحصل على مبلغ قدره 90 يورو ما بعرف هو لمرة واحدة على مستوى شهر بتصور هو لمرة واحدة لأنه في فرق في فرق بالأسعار فبالتالي حتى الشركة شؤالتها شركة فيربونت كانت قضا اعتمدت 22 على بند في شروطها العامة يسمح بتعديل أسعار استنادا إلى مؤشر أسعار الكهرباء النمساوي OSPI واستنادا إلى هذا البند رفعت الشركة أسعار العديد بس النقطة الهامة أعتقد موقف شركة فيربونت شؤالت أعربت عن استياءها من عدم وجود قواعد واضحة لتغيير أسعار يعني الشركة ما لازم الشركة من يقول لها على أي أساس يتم زيارة الأسعار مؤكدة أدنها ستستمر في طلب موافقة العملاء لضمان الامتثال القانوني حتى في حالة تخفيض الأسعار طبعا جمعية حماية المستهلك في اسفاو قالت أنه التعويض الذي تقدمه الشركة غير كافي ولازم أنه يكون في زيادة أكثر من ذلك فبالتالي كل من هو زبون عن شركة فيربونت بإمكانه يدخل على موقع أعتقد نحن حطيناه ضمن الروابط أيوة لكم الموقع كافة يجي اللي بيفتح على الموقع اللي عم بيتابعنا هلأ هذا هو لأن زيادة غير قانونية الخبر نشر باتنين الشهر وأعتقد مبارح الخبر نشر بتيجوا على قلب الخبر بتلاقوا هنا على موقعها الالكتروني بتضغطوا على موقعها الالكتروني بوديكم على الموقع الخاص بطلب بطلب شو بطلب الاسترداد بالضبط هون بتحصل تضغط من هون وبتكمل عاد شو بتحصل على العرض وبتعبي في بعض الأمور لازم تعبيها لكون النمر الأنجاب النمر أعتقد يعني كل ما يتعلق في هذا الموضوع وبتحصل على المبلغ الموجود عندهم نرجع هيك خطوة للخلف خطوة هيك فهذا هو الخبر للي عم بتابعنا فبتصور يعني احنا الغاية أو النقطة شو اللي مأخذ من هذا الموضوع كله ياته إنه فيه خلل فيه خلل حدث وجاري إصلاحه نعم لأ وكمان فيه دعوة من جامعات حماية المستهلك بتدعو العملاء بعدم كبول التسوية الحالية والانضمام لدعوة جامعية علشان المطالبة بتعويضات أكبر يعني ما يابلوش أي تسوية حتى تبعث لهم عن طريق البريد يعني ممكن ممكن ما هو أنت لما بتسجلي بهذا الموقع أنت فعاليا انضميتي للدعوة الجماعية اللي عم تقوم فيها الجماعية حماية المستهلك فبالتالي أي تعويضات إضافية ممكن اللي بيسجل يحصل عليها فبرأيي أنا الشيء جيد وصراحة صراحة يعني شركات الطاقة ريم بالفترة الأخيرة حققت أرباح فلكية أرباح خرافية مليارات صراحة حققت أرباح شركات الطاقة أرباح من خلال هذا الغلاء اللي كان غير مدروس وليك